صورة الشورة صورة جميلة قوي صورة قرآنية اسمها صورة الشورة وهي احد الحواميم عندنا صور بتبدأ بحاميم وبالمناسبة كلها مكية كل الصور اي صورة قابلك في القرآن حاميم اعرف انها مكية وانت مغمض ليه بقى؟ لان كل الصور اللي بتبدأ بحروف مقطعة مكية معدل بقرة وقال عمران يعني صورة بتبدأ ايه الحروف المقطعة اللي احنا لما بنيجي ننطقق بننطقق حروف مستقلة بقول آلف لام ميم ما بقولش آلم ما بانطقعاش مشبكة بانطقها حروف متفرق حاميم هي مكتوبة زي حامي ما بقولش حم بقول حا ادي الحا لوحدها ميم ادي الميم لوحدها كاف ها يا عين صاد بنطق كل حرف الوحده بقول كاف ها ادي الهي كاف ها يا عين صاد كل حرف بتنطق اسمها الحروف المقطعة بتتنطق حروف وتتنطقش كلمات على بعضها اي صورة بدأت بحروف مقطعة اعرف انها مكية معدل بقرة وقال عمران في صورة الشورة بقى اسمها الشورة ايه الشورة نحن اه شورك وفي مبدأ الشورة كويس كفاح بيسأل بقى هل الشورة ملزمة اه ابتداء ملزمة يعني ايه ابتداء ملزمة يعني هل ينبغي اني انا في مكان ما ومعايا ناس بيساعدوني او احنا في مجلس الادارة لو انا قلت ان انا رئيس مجلس الادارة وده مش حقيقي انا بدي مثال بس ده وانا قلت ان انا رئيس مجلس الادارة اجيب الاعضاء استشرهم ولا ما استشرهم شيء القرآن بيلزم بمبدأ الشورة لا لازم وشاورهم شاور ده فعل امر طيب مين قال ان الشورة امر يعني في صورة الشورة ربنا بيقول اركز او في الايادين والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة اقامة الصلاة فرض ولا سنة فرض واجب صح لازم نقيم الصلاة ولا ده مسألة اختيارية تصلي او ما تصليش لا لازم نصلي حلو يبقى الصلاة واجبة ده رقنا من الاركان بني الاسلام على خمس شهادتي الا ال teeth ال الله وانا محمد росوا direkt واقام الصلاة ادهى رقنا واتاء الزكاة لو تلاحظ في القرآن كله دايما اقام الصلاة واتاء الزكاة مرتبطين ببعض لازمين fork دايما اقام الصلاة واتوا الزكاة اقام الصلاة واتوا الزكاة ما تفرقوش إلا في موضعين اتنين في القرآن كله دايما تلاقي الصلاة لزقة في الزكاة يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أقاموا الصلاة وقاتوا الزكاة دايما دايما شوفوا إزاي طيب دايما الصلاة والزكاة مربطين ربطة واحدة ما عدا في موضعين في القرآن كله الموضع الأول في صورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن أجاب الصلاة والذين هم عن اللغو معرضون وبعدين قالوا والذين هم للزكاة فاعلون كان ممكن قال لي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكان قالوا والذين هم للزكاة فاعلون لا 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 حطي لي والذين هم عن اللغو معرضون عشان يبين لك أدئي أهمية الإعراض عن اللغو وده كان السؤال برضو اللي كان ايه اخونا كفاح بيسأله اللي هو السؤال التاني يعني لازم اعرض عن اللغو فحطيلي الاعراض عن اللغو ما بين ايه ما بين فرضين يبقى الاعراض عن اللغو فرضو ولا سنة يعني ما اقول لك واجب اقام الصلاة والاعراض عن اللغو وايتاء الزكاة ايتاء الزكاة واجب واقامة الصلاة واجب اللي اتحط ما بينهم لازم يبقى واجب اتحط ما بين واجبين يبقى واجب ادي الاية الاولانية في صورة المؤمنون في صورة الشورة بقى قالوا والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون يبقى ام حاطط لي برضو الشورة مبين ان هم بيقيموا الصلاة ومبين ان هم ايه ينفقون صح ولا لأ فعشان كده العلماء قالك بس تبقى الشورى واجبة لازم نستشير خلاص حنطبق نستشير السؤال التاني بقى لما جيت أستشير المنظومة اللي معايا كل واحد قال رأي أو هما اتفقوا على رأي هل ممكن أنا بقى أخذ عكس الرأي اللي هما اتفقوا عليه ايه رأيك يا جماعة نطلع من مدينة الانتاج الاعلامي على القاهرة الجديدة من خلال كبرى 6 اكتوبر محور 26 يوليو ولا ناخد الطريق الدائري فهم كلهم قالوا لا 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 احنا من طريق الواحد كده على الدائري عدل قلت لهم انت رأيكوا كده قالوا اه طبعا احنا رأينا كده فقلت لهم طيب بس أنا رأيي بقى هناخد محور 26 يوليو يعني عملنا اجتماع مجل سدارة واكلتهم وشربتهم وعرفت رأيهم هو وقمت ايه واخد بعضي ورايح واخد الرأي التاني رفع عليكم ما شاء الله رأيكم هايل ان احنا ناخد الطريق الدائري بس بصفة الرئيس مجل سدارة انا قررت ان احنا ناخد محور 26 يوليو على بركة الله طيب فالعلماء قالك بس طب احنا قلنا خلاص انتو مش قلتوا اشاورهم اديني شاورتهم الحكم التاني بقى هل الرأي اللي هما قالوه ملزم يعني انا فعلا خطة رأيهم اه فهم قالولي رأي فريق بيقول من العلماء يعني بيقول اه اه رأيهم ملزم لازم تتنفزه طالما هما قالو لك الطريق الدائري يبقى لازم تمشي على الطريق الدائري وما انك تتاخد رأيهم ليه اصلا وفريق تاني من العلماء قالك لا هو رأيهم مش ملزم هو كان رأي تنويري اه يعني اقولت اشوف الدنيا اشوف رأيهم ايه وبعدين هم ما عندهمش خبر انه الطريق الدائري عليه اصلاحات وتوسعات دلوقتي فانا ارتم لا ما احترام الاراءكم جميعا ارأيكم كويس بس انا شاف ان احنا ناخد محور 26 يوليو والنهاردة الجمعة والطريق فاضي ومع لهش اصلاحات ابقى انا اكده ما ارتكبتش اسم فيبقى المسألة الشورى واجبة اه الشورى واجبة لانها تحطت ما بين واجبين طيب القرار اللي انا شاورتهم طلعوا طلعوا قرار كده هل هو ملزم لازم انفزه وإلا بقى قاثم عندنا اتجاهين اتجاه بيقول اه طبعا ملزم وإلا لو مش ملزم يبقى الشورى ملهاش معنى بقى هم اللي انا شاورتهم ليه والرأي التاني بقول لا 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 هو رأيه مش ملزم اللي انا شاورتهم ليه يعني من باب تبقى كل المعلومات قدامي بس انا قاتل معلومات تانية هم ما يعرفوهاش عشان كده خط الرأي التاني الله يرحمه حافظ ابراهيم وهو بيمدح عمر بن الخطاب في القصيدة العظيمة الكبيرة او اسمها العمرية بيقول له يا رافعا راية الشورى وحارسها يا سلام يعني من ضمن الحاجات اللي تحسب للفاروق عمر رضي الله عنه انه كان بيطبق مبدأ الشورى وده اللي بنقوله دايما يا جماعة وبنأكد عليه واللي النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم احنا تعلمنا ده منين غير من سيدنا النبي ما استغنى مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة يعني المستبد برأيه مش هيستغني هيخسر كتير وما هلك أحد عن مشورة الانسان اللي بيستشير مش هيهلك بس بشرط تروح تستشير ناس فهمة والله يعني ممكن حد كده من أهلين الطيبين يكلمني السلام عليكم ومولانا عليكم السلام والله أنا بستشيرك عايزة أخذ رأيك في حاجة ابني أدخله علمي ولا أدبي يا حج أنا يعني قدرات ابنك إيه لا أنا قلت انت تقول لي أقولك إيه هو المسألة متوقفة على قدراته هو هو يجيد الحفظ عنده ملكة حفظ كويسة دخله أدبي ماشي ويجيد النصوص وكلام ماشي إنما هو ملوش في الحفظ ودرجة الاستيعاب والفهم عنده أعلى بيبقى خلاص دخله بقى في العلوم والرياضيات والكلام ده شوف إزاي فالمسألة يعني لما تيجي تستشير حد استشير أهل الاختصاص أهل هذا العلم أهل هذا الفن شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة